فصيلة دمك ليست مجرد حرف على بطاقة الهوية بل هي دليل على كيف تطور الإنسان وكيف واجه الأمراض اليوم سنكشف أسرار فصائل الدم الثمانية من الأكثر انتشارا إلى الأندر على وجه الأرض وسنعرف ما الذي يجعل دمك فريدا وما علاقته بصحتك وتاريخ أجدادك ما هي فصائل الدم ولماذا نختلف فيها الدم ليس سائلا واحدا متشابها بين البشر يحتوي سطح خلايا الدم الحمراء على علامات صغيرة جدا تسمى مستضدات وهي التي تحدد نوع فصيلة دمك هذه المستضدات هي التي جعلت العلماء يقسمون الدم إلى أربع مجموعات رئيسية A وB وAB وO وكل واحدة منها أما إيجابية أو سلبية حسب وجود عامل يسمى عامل ريسس RH فصيلة O الموجبة هذه هي أكثر فصيلة دم انتشارا في العالم يحملها حوالي أربع من كل عشرة أشخاص المميز فيها أن أصحابها يمكنهم التبرع بالدم لأي شخص يحمل عامل ريسس الموجب مثل A+, أو B+, أو AB+. ولهذا فهي أكثر فصيلة يعتمد عليها الأطباء في الحالات الطارئة من ناحية علمية وجد أن الأشخاص الذين يملكون فصيلة O أقل عرضة للإصابة بالملاريا الخطيرة لأن نوع دمهم يجعل الطفيليات التي تسبب الملاريا أقل قدرة على التعلق بخلايا الدم لكن بالمقابل هذه الفصيلة أكثر عرضة لبعض الأمراض مثل الكوليرا ولديهم قابلية أقل تجلط الدم مما قد يسبب نزيفا في بعض الحالات فصيلة A الموجبة هذه الفصيلة منتشرة أيضا يحملها نحو ثلاثة من كل عشرة أشخاص حول العالم يمكن لأصحابها أن يطلقوا الدم من A أو O لذلك التعامل معها في المستشفيات سهل تاريخيا يعتقد أن فصيلة A انتشرت عندما بدأ الإنسان يعيش في القرى ويزرع الأرض أي عندما ظهرت الحياة الزراعية فهي تمنح أصحابها مناعة قوية ضد بعض أنواع البكتيريا لكنها أيضا قد ترتبط بزيادة خطر الجلطات وأمراض القلب أي أنها فصيلة تحمل قوة في المناعة ولكن حذر في الدورة الدموية فصيلة B الموجبة يحملها حوالي شخص واحد من كل عشرة هي أقل شيوعا من A وأو لكنها مهمة جدا تتركز فصيلة B أكثر في آسيا والشرق الأوسط بعض الدراسات تشير إلى أن أصحاب هذه الفصيلة لديهم اختلافات بسيطة في كيفية حرق الدهون والسكريات وقد تكون لديهم مناعة مختلفة عن غيرهم ضد بعض الجراثيم ولأنها فصيلة غير منتشرة فإن التبرع بها ضروري للحفاظ على توازن بنوك الدم فصيلة AB الموجبة هذه الفصيلة نادرة يحملها أقل من 5% من سكان العالم هي مميزة لأنها تحتوي على كل المستضدات أي أن صاحبها يستطيع استقبال الدم من أي فصيلة أخرى ولهذا تسمى المتلقي العالمي يعتقد العلماء أنها أحدث فصيلة ظهرت نتجت من اختلاط فصيلتين A وB قبل بضعة آلاف من السنين فقط لكن رغم ميزة التلقي قد يكون أصحابها أكثر عرضة لإضطرابات في الدورة الدموية أو الجلطات فصيلة O سالبة هذه الفصيلة أقل من 7% من البشر يحملونها لكنها الأهم في الطوارع يمكن تبرعها لأي شخص لذلك تعرف باسم المانح العالمي في الحوادث أو الكوارث عندما لا يعرف الأطباء فصيلة دم المصاب فإن أول دم يستخدم لإنقاذ حياته هو أو سالب لكنها أيضا تحمل بعض التحديات مثل خطر الإصابة بالكوليرا ومشكلات الحمل إذا كانت الأم تحمل أو سالب والجنين موجبا ومع ذلك فإن أصحاب هذه الفصيلة هم الأبطال المجهولون في كل نظام صحي فصيلة أي السالبة هذه الفصيلة نادرة جدا لا تتجاوز نسبتها 2% من سكان العالم يحملها أصحاب مناعة قوية ضد بعض الأمراض لكنهم يواجهون تحديات في الحمل فالأم أي السالبة قد تواجه مشكلة إذا كان الجنين يحمل العامل الموجب اليوم الطب الحديث يوفر حلولا لهذه المشكلة لكن في الماضي كانت تشكل خطرا على حياة الأطفال لذلك تعتبر فصيلة نادرة ومميزة تجمع بين قوة المناعة ودقة التعامل الطبي فصيلة بي السالبة واحدة من أندر الفصائل يحملها نحو 1% من البشر فقط يمكن لأصحابها أن يتلقوا الدم فقط من بي سالب أو أو سالب مما يجعل توفير الدم لهم أمرا صعبا تنتشر بنسبة أعلى قليلا في بعض دول آسيا وأقل بكثير في أوروبا وإفريقيا لذلك تعتبر من الفصائل التي تحتاج إلى تبرعات خاصة ومنتظمة فصيلة أي بي سالبة هذه هي أندر فصيلة دم في العالم يحملها أقل من نصف في المئة من البشر لديهم مزيج من مستبدات أي وبي لكنهم يفتقدون العامل الموجب الغريب أنهم أفضل مانحين للبلازمة لأن بلازمة دمهم تناسب جميع الفصائل الأخرى لكن عندما يحتاجون دما يكون الأمر صعبا جدا إذ يمكنهم استقبال الدم فقط من أربع فصائل محددة A-B سالب A سالب B سالب O سالب إنها فصيلة نادرة جدا تشبه الجوهرة الطبية في النهاية فصيلة دمك ليست مجرد رمز بل خريطة وراثية وتاريخية كل نوع يحمل قصة تطور مختلفة من مقاومة الملاريا إلى مواجهة البكتيريا إلى تحديات الحمل والأمراض عندما تعرف فصيلة دمك فأنت تعرف جزءا من قصة أجدادك قصة مليئة بالصراع والبقاء والقدرة على التكيف التي جعلت الإنسان ما هو عليه اليوم